السلام عليكم كيف اشتقتلكم كتير ان شاء الله تكونوا بالف صحة والف غير انتو عم بتشوفون اليوم رح نعمل البطاطا بطريقة جدا رائعة طريقة كتير سهلة ومن ثلاث مكونات مش اكتر بالبداية اشرنا البطاطا متل ما شايفين وهلأ رح نباشر بتقطيع بعد ما قطعناها رح نباشر بسلقة فيكن تسلقوها بطريقتين الطريقة الاولى على البخار او فيكن تسلقوها بالماء هيدا الموضوع اختياري رح نضيف هلأ الملح بعد ما نضيف الملح رح نباشر بسلقة بعد ما سلقناهم احباقي متل ما شايفين صفيتم كتير منيح لازم تصفوا البطاطا كتير منيح كدو ما تغلبكم بالشغل بعد ما صفينيهم رح نباشر بهرس البطاطا بهيدا الشكل فيكن طبعا تستخدموا الهررسة او فيكن تستخدموا الشوكة موضوع اكيد اختيار المهم نحصل على بطاطا نعمة كتير ومطحون او مهروسة كتير منيح شفتوا السمالة لانك كتير كتير مسلوقة فبكل سهولة عن تنتحن معي حطينا البابريكا الحمراء انا هون استخدمت الحلوي اكيد اذا بتحبوا الحار فيكن تستخدموا الحارة بالاضافة ايضا للفلفل الاسود يلي رح يعطينا نكهة جدا رائعة وايضا رح نضيف هلأ بودرة التوم بالاضافة للملح والطحين او الضفيف هاي دول هن المكونات متل ما شايفين رح نبشر بعجنون كتير مليح هلأ بالنسبي لكمية الطحين نحنا قدي بحاجة نحط طحين الموضوع كتير سهل ما بده غلبي ابدا وحتى ما في معيارات حبي حلو او الحلو بهاي دي الوصفي انه ما فيها معيارات حسب كمية البطاطا بتحط طحين يعني طول ما عنا العجينة رخوي طول ما هي بده طحين يعني انا هون متل ما شايفين العجينة بعدها كتير رخوي معي لذلك رح ضيف طحين بعد يعني الموضوع النظري ما بده ابدا مهيار لانه ممكن تستخدموا كليان بطاطا ممكن تستخدموا اقل حسب طبعا افراد عيلكون هون انا رح ضيف بعض طحين او دقيق او ويد متل ما شايفين وكمان رح بشر بعجنون لحتى احصل على عجينة متماسكة اقدر طبعا احشيها هلا فيكن تستخدموا ازا ما بدكن تكاتلوا كتير طحين فيكن تستخدموا البيض بتفيكن تحطوا بيضة واحدة بس في ناس ما بتحب البيض لذلك انا هون لغيت البيض نهائيا هون احباقي حطينا زيت على ايدنا بعد ما عجلنا كتير مميح اه متل ما شايفين البطاطا وحصلنا على عجينة جدا رائعة متماسكة متل ما شايفين لحتى هلأ شفتوا اسم الله عجينتنا ولا ارواح طرية وغير شكل متماسكة وطبعا جاهزة لنحشيها بالنسبة للحشي طريقة جدا سهلة طبعا بدنا نحط على راحة داينازات انا هون استخدمت اه 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 جبنة المزرلة فيكن تستخدموا اه اي جبنة بتدوب بطريقة سريعة بس جبنة المزرلة بتعطينا نكهة كتير طيبية وبالدوب بسرعة على الحرارة ومنلفها بهيدا الشكل طريقة كتير كتير سهلة بهيدا الطريقة متل ما شايفين منلفها على بعضها بهيدا الشكل بنكورها بهيدا الطريقة هيدا هي كل القصة ولا اسهل من هيك وهلأ رح اعمل كل الكمية وراح نباشر بالقل هون احباقي بشارنا بالقلي بعد مع ملت الكمية كلياتها بالنسبة للقلي حطيطن على الزيت ما يكون كتير حامل زيت حرارته متوسطة كرميل طبعا تستوي حبة البطاطا كل اياتها حتى من الداخل هون اسم الله متل ما شايفين تأمر وتقنير شو بدي خبركن يعني حبات البطاطا هون غير شكل شكلهم بشهة وهيك الجبن كل اياتها ساحة سياحين بقلبها روعة روعة حتى لونهم اسم الله شفتوا كيف لونهم حلو دهبي غير شكل احباقي ما تنسوا تعملوا شير للفيديو اذا حبايتوا الفيديو وطبعا تشاركوا مع اسحابكم بعد في عندي حطان بالزبط من البطاطا انا رح نزلهم ورح مباشر طبعا بطريقة التقديم شو بدي خبركن امر امر طالعين بعضهم سخنين وغير شكل واكيد بيتقدم حدهم الكتشاب افتوا اسم الله غير شكل ما تنسوني من لايك انا بحبكم كتير كتير رح اشتقلكم للفيديو القادم يلا لك بي بي اشتركوا في القناة